وصلت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة حملتها التفتيشية بالتعاون مع مدريات وإدارات وزارة الداخلية وهيئة تنظيم سق العمل في مختلف محافظات مملكة البحرين وذلك بهدف ضمان التزام المقيمين بقوانين وشروط الإقامة وتستمر هذه الحملة في إطار الجهود التي تمذلها وزارة الداخلية لمكافحة الإقامات غير النظامية حيث أسفرت هذه الجهود المشتركة عن ضبط عدد من المخالفين للأنظمة والقوانين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأشارت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى همية دور إفراد المجتمع في دعم جهود الجهات الحكومية لوقف هذه الممارسات غير القانونية والإبلاغ عن أي شكاوة تتعلق بذلك من خلال التواصل مع مركز الاتصال التابع لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة ترجمة نانسي قنقر